السلام عليكم حكينا المرة الماضية عن الـ وقلنا كيف بدنا نطلع الـ وإذا كان لدينا الـ كيف بدنا نطلع الـ إذا طبعا إذا أمكن اليوم رح نحكي عن الـ طبعا بداية بدي أميز بين الـ 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 بس مشان ميز بيناتهم بيكون الرينج كامتابل طبعا هون كامتابل المقصود فيه إنه قابل للعد حتى لو كانت X1 الرينج بيكون بالسرعة X2 إلى Xn إلى ما لا نهاية هذا بيكون بنسميه كامتابل رينج حتى بالسرعة هاي الـ سرعة بنسميها دينيومرابل سرعة يعني قابل للعد في حاجة الـ والربط طبعا رح نرمزها بالرمز سي تي اس بيكون الرينج أن كامتابل شو يعني انكاونتابل يعني غالبا بيكون الرينج في هاي الحالي على شكل فترة إما مغلقة أو مفتوحة أو نصف مفتوحة أو إلى آخره A B بيكون على شكل فترة في الغالب طبعا الفترة ممكن تكون محدودة من الأعلى أو الأسفل أو من الجهتين يعني تكون محدودة ما فيش مشكلة أو غير محدودة طبعا فالcontinuous random variable the range بيكون فيه the range of x is uncountable الآن برضو نفس الأشي لازم ما يسمى بالPDF الويربولت density function يحقق شروط الدنسيتي اللي هي أنه f of x أكبر أو يساوي صفر هذا منسميه هون positive definite كون positive definite يعني لو أجيت ترسمه بالصورة هاي لازم يكون كله فوق محوال سينات إما كله هيك أو بالصورة هاي أو بأي صورة ممكنة لكن في عندي function ممكن يكون بالصورة هاي هذا في جزء منه سالب هون هذا الجزء السالب يخلي f of x is not pdf is not a pdf لازم يقول المساحة اللي تحت المنحنة يعني جزء تهاués منh هذا mq مساحة تحته واحد ماشي أو المنحنة منخون już لنخلنا الغد ثاني أو المنحنة Musk tq مساحة تحته واحد يمكن الآن هذا المنحنة الاول الثاني مساحة تحته واحد جزء هذا المنحنة المنحنة أن SIħ مساحة تحته واحد لما يستجمع ثاني لكن يوجد منه جزء منه تحت محور السينات فهذا بيكون بنشطب عليه النق pdf هذا بيكون pdf الشكل هذا او الثاني طبعا. الان the cdf is defined to be capital f of x. طبعا احنا رمزنا لل pdf small f. cdf بالرمزينها بالرمز capital f. تكون هي عبارة عن probability of x اقل او تساوي x بصير التكامل على على ال pdf طبعا هذا هون المقصود في ال pdf بس اعملنا change of varia بالمشان اه لانه الاقتران اللي عندي هون صار اه التكامل في اكس فبنغير التكامل الاقتران لجوه بنخليه بدون اكس. هذا منسميها على ما نسميه اقتران متغير وهو الحد الاعلى. طيب الان لو كان عندي اكس ناخذ مثال لو كان عندنا اكس ازا random variable. ال pdf له مثل ما هم بيين عندنا هون. اه اثنين اكس. لما اكس بين الصفر وال واحد. اذا الفترة اللي معرف عليها الاقتران التبعي. اللي هي فقط من صفر الى واحد. ما ليش دخل خارج هذا النطاق. ما ايدي دخل. هذا اللي هو range of x. الان مطلوب مني اطلع ال cdf. ال cdf معرفة بالشكل التالي. تكامل من ناقص ما لا نهاية الى x. الان. بنجري التكامل. بنجري التكامل من ناقص ما لا نهاية الى صفر. طبعا انا عند الفترة فقط. من صفر الى واحد. الان قبل الصفر اللي عند الناقص ما لا نهاية بس لهون فترتنا. ومن عند الواحد اللي عند الناقص ما لا نهاية هاي ما لناش فيها. انا كتبها من ناقص ما لا نهاية الى x. طبعا ممكن اكتبها من البداية. الغي هذا الجزء. واكتبها بس تكامل 2t من صفر الى x. بس لو كتبناها من ناقص ما لا نهاية الى صفر. صفر dt لانه ال pdf في هاي الحالي بكون صفر هايو. الجزء الثاني. طبعا اذا روايز هاي. وزاء التكامل من صفر الى x 2t اللي هي بصير اه بالتكامل x تربيع. هذا اللي هو cdf الى x. هذا بكون cdf الى x. الان اذا الان بدنا نعرف شون نكتب ال capital f of x. capital f of x. الان اذا لاحظت عندنا هون range جاي على فترة. جاي على فترة مغلقة من صفر الى واحد او على فترة محدودة من الاعلى ومن الاسفل بغض النظر مغلقة او مفتوح ما فيش مشه. الان cdf لازم يكون معرف في هاي الحالي لاحظة عندي اه حدين للفترة لاجم يكون في عندي cdf للحال للمنطقة اللي الاقل من صفر وللمنطقة اللي بين صفر و الواحد وللمنطقة اللي اكبر من واحد لاجم يكون في عندي cdf لكل منطقة. يعني cdf ياный cdf لاجم يكون معرف على ثلاث قواعد. القواعد هاي. اهل الحد الادنى عندنا سفر الحد الادنى عندنا هون صفر. فبتصير في عندنا تعريف التعريف للسيدي أف لما أكس أقل من صفر نرجع نرسمها هون هاي الصفر هاي الواحد لأن المنطقة هاي اللي هي معرف عليها البيدي أف صفر والمنطقة هاي معرف عليها البيدي أف صفر هذول المنطقة طبعا نبدأ بالمنطقة الأدنى الأقل من صفر بيكون السيدي أف دائما صفر الآن بعد هيك بنيجي بين الصفر والواحد بصير الاقتران اللي طلع معنا هنا اللي هو الاكستر بير الان بالمنطقة الثالثة اللي بعد الحد الأعلى طبعاً ها إذا كان في حد أعلى بعد الحد الأعلى دائماً واحد لأنه احنا قلنا أنه من صفات الـ CDF أنه دائماً متزايد ولما بيصل لعند الواحد بعد هيك بظل ثابت على طول بظل ثابت على طول طب لو أجلنا نرسم الاقتران هذا أقل من صفر هاي وصفر أغير اللون شوي بس مشان الرسم أقل من صفر هاي وصفر بين الصفر والواحد الصفر صورة صفر الواحد صورة واحد اقتران تربيعي بصير كيف أب مقارن الأعلى يعني النص صورة ربع هاي النص بصير صورة ربع فهيك بدي يصير رسمية الاقتران تقريباً وبعدها برد يرجع بعد الواحد يرجع يثبت فهي الشكل الاقتران لاحظ أنه الاقتران هذا منسميه منوتون انكريزنك متزايد بيكون اقتران متزايد بشكل أو بآخر طبعاً متزايد مش شرط يكون مثلاً كلكم كيف داون يعني متقعر لأسفل ممكن يكون مقعر لأعلى الآن فصار عندنا هذا الاقتران اللي أمامنا أو الرسم تبعته وهاي الشروط لاحظ الليمت لما اكس تقتر من ناقص ما لا نهاية لما اكس تقتر من ناقص ما لا نهاية بالروح الناقص ما لا نهاية تيجي بالفترة الاولى فرح تكون صفر لما اكس تقتر من ما لا نهاية بتكون بالفترة الاخيرة فبصير الليمت واحد إذن هاي أول شرطين من شروط الPDF أنه يكون المت لما إكس تختر من ناقص ما لنهاية 0 واللمت لما إكس تختر من نهاية 1 الآن الاقتران بدأك تأخذ بالإعتبار أن هذا الاقتران لاحظ النهاية من اليسار عند الصفر صفر واليمين صفر والواحد النهاية من اليسار واليمين واحد فالاقتران متصل عند الصفر والواحد لأن لو اشتقيت الأفوفيكس طبعا في حالة ال الاستقاق ما كان يمفع معانا مثل الكنتينيوز فلو اشتقينا الاقتران اللي عندنا هون رح يعطيني 2 إكس 0 أقل من إكس أقل من واحد وطبعا الصفر والواحد مشتقدت صفر فبصير صفر أذر واجه اللي هي نفس الPDF بس باستثناء إنه إذا بتلاحظ هون ما ظهرت إشارات المساواة اللي كانت موجودة أصلا لأنه احنا أصلا نعرف أن المشتقة عند أطراف الفترة غير موجودة فبالتالي بنشيلها بنشيلها طبعا هون المساواة ما فيه مساواة بالمشتقة لما بتشتق أما بالأصل ممكن أعرف الاقتران مثل ما بدي للمشتقة الPDF تعطيني CDF ومشتقة CDF تعطيني PDF وتكامل الPDF يعطيني CDF مشتقة CDF تعطي الPDF وتكامل الPDF يعطي الCDF مثال ثاني لو كان عندي X is a random variable والراندم variable هذا معرف بالصورة الPDF تبع معرف بالصورة 0x1 على B ناقص A لما X بين A والB مثل ما هو معرف عندنا هون اللي هو 1 على B ناقص A وصفر أذر وايز طبعا الفترة هاي بس للعلمها ممكن أحطها A أقل أو تساوي X أقل أو تساوي B عادي ما فيش مشكلة بس ننتبه أنه A لا تساوي B أنه A لا تساوي B الآن بدنا CDF لX بدنا CDF لX الـ capital F of X هون رحصير هي probability of X أقل أو تساوي X طبعا ننتبه إلى الشغلة أنه هون X أقل أو تساوي X بردورة لازم تكون أكبر أو تساوي A حسب ما أنا معرف أصلا فبصير عندنا تكامل من A إلى X واحد على B نقص A طبعا وهذا ثابت ونحن نعرف أنه تكامل الثابت يساوي التكامل الثابت على فترة يساوي طول الفترة على الثابت طول الفترة على الثابت أحنا طلعنا CDF هون يتكامل A إلى X اللي هو طول الفترة تكامل الثابت طول الفترة على الثابت أو في الثابت نفسه يبصير X نقص A على B نقص A نضرق نشتق طبعا طريقة الكتابة رحصير X أقل من A رح تكون صفر وX أكبر من B واحد لأنه أطراف الفترة وبين A والB رح يكون في عندنا اللي هو الاقتران اللي يطلع معنا الـ small FFX هي عبارة عن مشتقة الكابتة الفFX اللي هي بصير مشتقة هذا الاقتران اللي عندي هون اللي هو بطلع واحد على B نقص A مثل ما طالع عندنا هون طبعا بين الصفر بين A والB وبتكون صفر بطلع المت as X goes to infinity تنقل minus infinity بصير 0 ل plus infinity بصير 1 طبعا و FFX is continuous at A and B طبعا وبالتالي هو continuous على كل الفترة اللي موجودة عندنا اللي هي من A إلى B طبعا احنا بهمنا الفترة فقط ما اللي يدخل هو continuous على كل R بصير بس في هاي الحالة ما اللي يدخل فيها هاي مش مشكلة مش مهمتنا هاي بس بدي اعرف انه كنتني واسع على الفترة اللي أنا معرف عليها الرينج اللي هي A-B طبعا هي الفترة المغلقة صارت هون الآن لو أخذنا مثال ثاني لت X بدي اكس بي The life expectancy بيع. لما اكس اكبر او تساوي واحد. وصفر اذا. هاي نفس القراءة هاي. بدنا السي دي اف لا اكس. الان السي دي اف هون. طبعا هون بنحكي عن اه توقع فترة الحياة بالنسبة لا اه يعني اه آلة كهربائية او اداة كهربائية. مكون كهربائي معين. يعني احنا نقول ممكن تكون لمبة ممكن يكون بريز كهرباء ممكن يكون الفيش ممكن تكون الوصلة ممكن اي 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 الان. الان بده السي دي اف. السي دي اف طبعا حسب التعريف هو راح يصير التكامل من. طبعا اكس اكبر او تساوي واحد ما انا هيك بقدر اكتبها الان. او هيك نكتبها. اكس اكبر او تساوي واحد اقل من ما لا نهاية. بقدر اكتبها بالصورة هاي نفسها هاي. بقدر اكتبها بهذه الصورة. فبتصير عندنا التكامل ما بده اطلق السي دي اف. بصير التكامل من واحد الى اكس. وبغير الاقتران اللي جوا واحد على تي دي تي. طبعا فيه الواحد على تي. اه تربيع عسف. بصير الواحد على تي تربيع تساوي تي قوة ناقص اثنين. لما بتكاملها بصير اندي ناقص تي قوة ناقص واحد اللي هي ناقص واحد على تي. ناقص واحد على تي من واحد لا اكس. طبعا ممكن لما بصير في اندي حدود للتكامل هون. ممكن اغيرها بالصورة بتالي يصير. اغير الى موجة بصير واحد على تي. وغير حدود التكامل من اكس الى واحد. فبصير عندي تعويض الواحد واحد. تعويض الاكس بصير واحد على اكس. اذا واحد ناقص واحد على اكس. هذا سي دي اف. لان لو اشتقيته راح يعطيني واحد على اكس تربيع. طبعا الان حتى اكتب السي دي اف. انا لاحظ عندي هون الاكس اكبر من واحد. اذا هاي منطقة الرينج. هاي المنطقة ما الى دخل. اذا بصير عندي هون. اقل من واحد بكون صفر. واكبر او يساوي واحد بتكون الاقتراني اللي يطلع معي. قبل شويلة. هو واحد ناقص واحد على اكس. هاي السي دي اف. الان. معناها يدوم. يعني يعيش اكثر بين الخمسة والثمن ايام. شو احتمال انه اي احتمال خمسة اقل من اكس اقل من ثمانة هذا المطلوب. فطبعا هذا دائما لو انك تطلع الاحتمال بتستخدم البي دي اف. ممكن استخدم ال سي دي اف راح وارجيكو شلون. بس احنا بالعادة يعني اي احتمال اذا ما عندك سي دي اف بتستخدم البي دي اف. اذا عندك سي دي اف ممكن تستخدم بس راح نشوف شلون الان فاحتمال 5 اقل من X اقل من 8 ستساوي التكامل من 5 إلى 8 واحد على X تربيع DX اللي بصير نقص 1 على X من 5 إلى 8 او ممكن اكتبها ساوي 1 على X من 8 إلى 5 اللي بصير 1 على 5 نقص 1 على 8 وبطلع الجواب حسب ما احنا كانت P3 على 40 طيب لو جربت الان الرقمين اللي عندي هون الأكبر 8 والأقل 5 لو أخذت F الثمانية كابتل F الثمانية ناقص كابتل F الثمانية كابتل F الثمانية اللي بصير 1 ناقص 8 بالتعويض في الاخترار اللي موجود عندنا فوق وكابتل F الثمانية بصير 1 ناقص 5 طبعا هاي تساوي 1 ناقص 8 بصير 7 8 ناقص 4 على 5 طبعا بتحسبها هاي 40 5 في 7 35 ناقص 32 وبطلع الجواب 3 على 40 نفس الجواب اللي طلع عندنا هون نفس الجواب اللي طلع عندنا هون نفس الجواب اللي طلع عندنا هون بدي مور ذان 10 ديز أكبر من 10 بده يصير من 10 إلى ما لا نهاية بسير ناقص 1 على X من 10 إلى ما لا نهاية اللي بصير 1 على ما لا 1 على 10 ناقص 1 على ما لا نهاية طبعا 1 على ما لا نهاية سيطلع الجواب عشر لأن لو جربت هيك F الما لا نهاية ناقص كابتل F للعشرة كابتل F للما لا نهاية ناقص كابتل ناقص 1 زائد عشر الواحد مع الواحد بطلع الجواب عندي 1 على 10 وهي طلع عندنا 1 على 10 طبعا هاي هي الطريقة الأخرى للحل اللي ممكن نستخدم CDF في إيجاد المطلوب مني طيب الآن the time needed for 50% of the components will elapse before it يعني بد الوقت اللي بيحتاجه 50% من الـ components اللي عندي حتى يخربوا elapse يعني ينهار بس يعني هون حتى يخربوا الآن لو اعتبرنا أنه time هذا هو B لو اعتبرنا time B فاحتمال بد احتمال X أقل أو تساوي B 50% من الـ components اللي عندي ينهاره قبله وهذا بيها يسميها الميدين لأنه 50% من نهاره قبله و50% من نهاره بعده فبصير بيه هي الميدين فبصير عندي F of B طبعا نلاحظ انه هاي هي نفس الـ capital F of B نفس الـ capital F of B تساوي نص فواحد ناقص واحد على B تساوي نص يعني بتحل المعادلة هاي بيطلع عندنا B تساوي يومين إذن الوقت اللي بيحتاجه 50% من الـ components حتى ينهاره هو يومين حتى يخربوا يعني الآن The time needed for 75% of the components will elapse before it بدي هون بدي 75% من المشاهدات أو من الـ هنقول الأدوات الكهربائية اللي عندي تنهار أو تخرب قبل 75% تخرب قبل هالوقت هاذ الوقت هاذ بما انا مقول تنهار قبله فهو هاذا الوقت المركز على 75% هاذا نسمي المعين 75 او الربيع الثالث نسمي المعين 75 طبعا 75% او نرمز بالرمز Q3 اللي هو الثيرد كوارتايل الثيرد كوارتايل الثيرد كوارتايل الثيرد وهذا فهو بسر الواحد على واحد ناقص بي 75 تساوي اه 75% واحد على بي 50 تساوي ربع اذا بي 75 تساوي اربع طيام 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 ها هو المعرف لنا الميديا اللي هو احتمال X اقل او تساوي M تساوي نص الميديا المعين R احتمال X اقل او تساوي PR تساوي R% يعني لو كان عندي هذا من السؤال اللي الكو لو كان عندنا اصبحت ذات The CDF of the height of trees in a forest is given by ال capital F of X اللي عندي هون بدنا نطلع ال PDF لل لل X طبعا هاي CDF بدك تشتق بدك تطلع ال height بحث انه exactly 50% او 75% او 25% of the trees are taller than it شو الطول اللي 50% او 75% او 25% من الاشجار اطول منه طبعا بدك تطلع ال 250 و هكذا طبعا وهيك رح نوقف هون للمحاضرة الجاية بالتند لن Lore موسيقى تو الي